اهلا 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 ازاي حضراتكو عاملين ايه كله تمام يارب تكون كل حاجة بخير بقى النهاردة الاتنين يعني اليوم الحلو كده بتاع الاسبوع بحضور فضيلة الشيخ الدكتور احمد كريمة واستاذ الفقه المقارن بجامعة الازهر منورنا مولانا انور الله لنا ولكم وللمشاهدين والحاضرين والغائبين الطريق المستقيم اللهم امين انا شفت من النهاردة وشفتها قبل كده في واحد راجل جميل جدا كده بيروح في الحسين يفطر الناس الصبح ده من الزمان اه ببلاش ويقعد انت عايز يا حبيبي عايز فول حاضر يعمل سندويتش فول عايز يا حبيبي طعمية كاز عايز جبنة عايز طعيا اسم ايدة حلاوة عايز عسل وطحينة زي حاطت قدامه ازانات ضخمة ممتلئة بخير ربنا سبحانه وتعالى ويدي للناس اللي بتطلبه ده عايز سندويتش ده عايز خمسة اللي بيتطلب بيتاخد ويطول الوقت اللي على لسانه يا ولي النعم يا ولي النعم وهكذا لربنا سبحانه وتعالى فاعود افكر في انه هذا المجتمع الجميل والرائع اللي مؤمن بمسألة اطعام الطعام واللي مؤمن بمسألة تكافل المجتمع مع بعضه ودعم المجتمع مع بعضه والراجل وهو بيعمل ده مولانا لبيسأل مين اسمه محمد ومين اسمه بطرس هو ملوش دعوة واحد بيقول لنا عايز افتر اتفضل والسلام عليكم ده اصله وتقصيله في الاسلام عامل ازاي لانه ساعاته لاقي ناس اخرى تقولك لا فلوس المسلمين ترح للمسلمين ولما تيجي تفتر تفتر المسلمين لما تيجي تعمل مئدة رحمة تديها للمسلمين ولما تيجي مش عارف تعمل اكف الاضحية تديها للمسلمين ناس بتقول الكلام ده انا مش مقتنع بيه بالكلية بس ارجع لمولانا يفتنى في ذلك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام علي سيدنا وحبيبنا محمد المبعوث رحمة للعالمين ورضي الله تبارك وتعالى عن السابقين الذين فقهوا الإسلام حق الفخ وأسأل الله أن يوفق التابعين وأدباع التابعين إلى هذا الفهم إن ربي على ما يشاء قدير وبعد أولاً أحييك بشدة على إثارتك لهذا الموضوع المهم العلاقات الاجتماعية والتكافر الاجتماعي في الإسلام لا يخص ديانة ولا مذهباً ولا جنسية ولا طائفة من الناس الله سبحانه وتعالى قال في سورة الإنسان ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكوراً إننا نخاف من ربنا يوماً عبوساً قم طريراً فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرةً وسروراً في التطبيق العملي أولاً التكافر الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية المسلمون الأوائل في عصر وعهد النبي صلى الله عليه وسلم ووسط الحروب السجال ما بين قريش وما بين المدينة يثرب طبعاً أقصد قريش التي كانت على الشركة أنزاك أبو سفيان بن حرب أرسل رسالة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ووسط هذه الحروب السجال قال يا أبا القاسم إن بني عمك يعني يقصد أهل مك يعني يأكلون الجيف وأوراق الشجر من المجاعة التي ألمت بهم ماذا كان موقف النبي صلى الله عليه وسلم هل قال لا نحن أموالنا نعطيها لأهل الصفة الفقراء في المسجد أو للمسلمين فقط لا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إثني عشر ألف درهم إلى أبي سفيان ليشتري ميرة يعني اللي هي الأقوات الضرورية لأهل مكة الذين يحاربون الإسلام يا رأيك ينهر أبيض ده الرسول لا يمية وسبعة سورة الأنبياء ربنا أرسله رحمة وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ بنذكر في فقه السابقين دعك من الفقه المتشنج المعاصر عند الجماعات والفرق والطرق والمذاهب والمتسلفة والمتشيعة والبتاع الإخوان والدواعش والعك واللك اللي إحنا فيه ده ده أنا بسميه واغش حضرتك سيدنا عمر بن عبد العزيز ومن التابعين طبعا طبعا وحفيد سيدنا عمر بن الخطاب طبعا الله يفتع عليك ففي يوم عيد الأطحى أمر عامله أن يذبح الأطحية وأن يوزحها يوزع منها ما شاء يعني فقال له يعني الخادم لسيدنا عمر بن عبد العزيز قال ما أصنع بلحمها قال يعني نأكل منها ونتصدق ونهدي قال لمن أتصدق بأبدأ بالصدق أو الإهداء قال للجيران كلام ده كان في دمشق الفيحاء في الشام قال يا أمير المؤمنين إن أول جار لنا يهودي أول جار إيه؟ يهودي قال ادفع إليه من لحم الأضاحي لأن له حقان حق الجوار وحق أنه من أهل الذمة طبعا أنا بوضح أهل الذمة ده كان مصطلح قبل المواطنة وقبل الرقم القومي وقبل الجنسية وقبل جواز السفر فزي ما كانش موجود لا حدود ولا دستير ولا الدولة المدنية الحديث حضرتك هنا سيدنا عمر بن عبد العزيز نظر إلى البعد الإنساني ولذلك أنا أقول أقول لبني وطننا لمصر أرجو تحقيق التكافل الاجتماعي ها والعلاقات الاجتماعية في سموها بأن تهدو منها لمسيحية مصر ليه؟ هذه الترجمة اللي احنا أخذناها عن نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم عن الرسول اللي استضاف نصارى نجران في المسجد وأضافهم على بيت مال المسلمين وعلى هذا المنهج يأتي سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ليقتص لمسيحي مصري ابن عمر بن العاص لطمه على شاطئ النيل في يوم شمته اللي هو شم النسيم العيد الوطني المصري القديم تمام واستضاف المسيحي إلى أن يأتي سيدنا عمر بن العاص رضي الله عنه في موسم الحج للمحاسبة المالية على باب مسجد نبي الله صلى الله عليه وسلم هذا المسيحي المصري المظلوم ضيافته كانت على بيت مال المسلمين إذن بنصل إلى نقطة حتى الفقه الشفعي الفقه الشفعي لما جم يكلموا عن صدقة الفطر قالوا إيه؟ قالوا يجوز أن تكون على المصارف الثمانية ويجوز أن تدفع لأهل الذمة يعني لو وجد مسيحي أو يهود موادع يحتاج إلى صدقة الفطر تدفع له أي تدفع له بدون أدنى غضادة ولا حساسية أنا أرجو المتشنجين اللي هم يعني أعوان للشيطان في الفتن الطائفية أن هم يقرأوا جيداً التشريع الإسلامي ما كتبه القرافي ما كتبه ابن حزم ما كتبه الشاطبي عن معاملة أهل الكتاب وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه لما كان يمشي في طرق المدينة وجد شيخاً يعني كبير السن من اليهود يمد يديه للناس فاقترب منه قال ما حملك على السؤال قال كبر السن ومكلف بالجزية ومكلف بكذا وكذا أسقط عنه الجزية ثم فرض له من بيت مال المسلمين ده سيدنا عمر بن الخطاب رفعت الجزية وفرض له مبلغ من البلغ من بيت مال المسلمين هذه الأخلاق التي ساعدت وساهمت على اقتناع الناس بالإسلام دين رحمة لكن الآن عندنا منفرين طيب أنا هستأذن عند حتة عندنا منفرين دي أروح لفاصل ونرجع بعض الفاصل نكمل الكلامة مولانا بيجيبوا الكلام الفاضي ده منين نفس أعرف فاصل ونكمل الكلام كل الترحيب بحضراتكم وكل الترحيب بمولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة وأستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر أهلا بك مرة كمان يا مولانا بارك الله فيه وقفنا عند البعض اللي بيحاولوا يلوسوا الأدمغة والأفكار وكمان بيطمسوا الحقائق وبيزوروا ويزيفوا الفقه ويحطوا لأفكار سوداء طول الوقت أنا أقول لك بصراحة وللعالم الذي يسمعنا كان المسلمون في قوة يوم كانوا يتحاكمون ويعملون بالإيمانيات وليس بعلوم العقيدة المذهبية الطائفية يوم كان الإيمانيات سهلة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربيه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله خلي بالك يوم ما كانوا فيه إيمانيات كان بالمستمين قوة لما ذهبوا بقى إلى مدارس المعتزلة والمرجئة وفيما بعد بقى هيقول لأراء ابن تيمية ومحمد ابن عبوهاب هيشتغلوا بعلم الكلام علم الكلام غير الإيمانيات والله وبياخدوا من ابن تيمية اللي عايزين ياخدوا لأن ابن تيمية نفسه نعم عنده تعديلات ومراجعات كثيرة نعم أخفوها دلوقت لما كان المسلمون يتحكمون إلى الشريعة كنصوص تشريعية يعني مثلا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصطوا إليهم إن الله يحب المقصطين بر وقصط ما هو ذا صورة الممتحنة نصا بر وقصط وآية محكمة ليست منسوخ ما كان المسلمون في مصر والشام وبلد فارس وكذا وكذا يتحكمون إلى هذه الآية بأخلاقهم حببوا الناس في الإسلام يوم ما أغفلوا التحاكم لهذه الآية وذهبوا إلى أقوال بشرية تحمل السواد والظلام يعني عندك مثلا فيه لغم اسمه إيه كتاب اسمه فتاة علماء البلد الحرام طبعة الجرئيس في الرياض وبيوزع هنا بشراس ما يجي بقى إيه فلان وتركاه يقولوا لا تذهب إلى الكنيسة ولو لإظهار التسامح لا تلقي السلام على غير المسلم لا يجوز التهاني ولا التعازي الله الله جابوا كلام ده منه أنا عند النص القرآني واضح أن تبروهم وتخصطوا إليهم إن الله يحب المخصطين وبعدين الكنيسة النهاردة يا رب بنقدم البر كمان آه الكنيسة مهافسيخ دور العبادة الآية أربعين سورة الحج ولولا دفعوا الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسمه الله كثيرة دي الآية أربعين سورة الحج الكلام اللي جابون متسلفة والدواعش والتنظيم الخاص للإخوان ها أو كنت تنسف أيام الإخوان لما طلع المفتي بتحهم وقولك لا يجوز القائل السلام على المسيح ولا تهنئته أنا ردت عليهم وقتها قلت بالك قلت له لا يبقى أنت مش أرى القرآن أن تبروهم وتخصطوا إليهم يبقى ما أردوش كتب الأحاديث في صيح مسلم بالسند عن أبي ذر رضي الله عنه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستفتح لكم مصر من بعد بلد يقال فيها القرآن فالصوصوا بأهلها وفي رواية بأقباطها خيرا فإن لكم فيهم زمة ورحمة صيح مسلم جاء الإمام النووي في تعليقه على الحديث في رياض الصالحين طبعاً آل الزمة والرحم ما أهاجر المصرية زوجه إبراهيم أمه إسماعين جد العرب العاربة عليهم السلام ومارية القبطية وخلي بالك شو بقى هنا رجاحة عقل الصحابة احتفظت بلقبها في حيات الرسول وسط الصحابة ولم يغير هذا اللقب مارية القبطية رد عليها السلام ما كانش فيه حساسية ما كانش بقى ظهر التنظيم الخاص للإخوان ما كانش ظهر الوهابية النجدية خدت بالك اللي الرسول قال عنهم لم وقف على حجرة السيدة عائشة رضي الله عنه وأشار إلى المشرق قال الفتنة ها هنا الفتنة ها هنا الفتنة ها هنا يخرج منها الشيطان خدت بالك ما كانش الدعاوة دي ظهر كان المسلمون كما قلت لك يتحاكمون إلى النصوص الشرعية وكانوا يعملون بالدستير الأخلاقية الإسلامية يعني مثلا المسلمون كانوا يحفظون من كتاب الله ويعملون ولقد كرمنا بني آدم ما كانش هنا في عنصرية وطائفة ما كانش يقول لك للمسلمين فقط لا ولقد كرمنا مين بني آدم على الإطلاق مطلق وعام أي بشري النهار ده بقى الأفهام الضيقة السودوية الظلمية تريد أن تعمل نفسها وصايع على الله نفسه يقول لك إيه الجنة للمسلمين فقط طيب ومين من المسلمين ده أنتو حتى بعضهم مش عارف يتفق لمين للإخوان ولا للسلفية ولا للشيعة ولا للصوفية ولا ولا ضيقوا واسعاً نحن فيش وصاية في الإسلام على حد لأن مالك يوم الدين صح إن الله يفصل بينهم الخلق خلقه ربنا قال شوف آية فاتة لك كلمات أو أربعة آلة له الخلق والأمر أول تاني آلة له مين الخلق والأمر ما يجيش النهاردة غير من الأغرار أو مستشيخ من الروايبة اللي هم بالأموال النهاردة ريك بالسوشال ميديا وكان قبل كده آآ تلاتين سنة كان لهم قنوات منسوبة إلى الدين وقول لك ده عما قنات مش عارف إيه الناس والرحمة فاتهي طريقك إلى الجنة مرة واحدة طريقك إذا كان الرسول عليه السلام بيقول يا فاطمة بنت محمد يا عمي العباس يا عمتي الصفية عليهم رضان الله اعملوا فإني لا أغني عنكم من الله شيئ لا يأتين الناس بالأعمال وتأتوني بالأخوال مش كده ولا لا ذكر ربونا في صورة النجم قال سبحانه وتعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلموا بمن اتقعشنا أيام القنوات الدينية لا أعادها الله أنا بقولها لك بكل وضوح لا أعادها الله في مجتمع مدني وطني لأن كانت قنوات طائفية كانت قنوات مذهبية كانوا حرمية يا مولانا أنا أتذكر لما كانوا يعدوا حملات يطلوها في القنوات إياها دي وبعدين يمشوا بقى برجلتهم جوه النقابات والهيئات وحاجة زي كده لما التبرعات يقول لك إيه إحنا هنتبرع لأهلينا في بلد كذا ده مش عارف أساعده أولاد الذين كانوا بياخدوا الفلوس يسرقوها ويمولوا بها تنظيماتهم المسلحة ده والقنوات اللي بتاعتهم اللي أنشأوها بأموال البترول في السبعينيات القرن الماضي وانت جاي والله ما كانت بتخدم الإسلام كدين كانت بتخدم طواقف منتحلة في الدين تخلي بالك فرق بين الاتنين اللي بيخدم الإسلام الدين الأظهر فقط اللي بيخدم الإسلام الدين الأظهر فقط لأنه عنده تنوع فكري مزاهب أدبية مزاهب في اللغة العربية مزاهب في الفقه الإسلامي مزاهب في العقيدة قد تبالك والأظهر لا يكفر أحد لا نتبنى تكفر أحد من أهل القبلة إنما لما تيجل دول يقولوا عن نفسهم إيه الفرقة الناجية ده إسلام دين لأم هم هم اختزلوا الإسلام من أمة كنتم خير أمات أخرجت للناس إلى الفرقة الناجية ناجية أنت ضمنت كما أنت جمال أعملت الأمة فرقة وبعدين عمل استغفر الله العلي العظيم عمل الفرقة ادعى أنها الناجية والمنصورة على فكر فرقة الناجية الأحاديث فيها مضطربة وأنا بقولها للإعلاق أحاديث ستفترق أمتي على 72 فرقة كلهم في النر إلا واحدة هذه الروايات متضاربة قال ابن حزم لم يصح في هذا الباب شيء الله أنا بقولها لك على المال ومستعد النظر أي حاد هذه الأحاديث بتاعت ستفترق أمتي وفرقة ناجية فرقة فرقة إيه ناجية هي أمة تبقى إلى يوم القيامة إن شاء الله عز وجل المهم خدوا بقى كلمة الفرقة الناجية وغلفوها بغلاف سلف وسنة ومش عارف إيه وولاية والشعة يقول لك ألا البيت وهم يقولوا والصحابة والله العظيم كله افترق فأصدأ أقول لك في الآخر عشان الوقت ذهمنا يوم المسلمون يعودون والعودوا أحمد إلى الأركان الرئيس السلاسل الإيمانيات ويتركون هذه المذاهب في علم الكلام والمذاهب العقائدية يوم يتحكمون إلى النصوص التشريعية في القرآن الكريم والسنة ويتركوا أقوال الشازة والفتاوى المسيعة يوم يرجعوا إلى الإحسان أن تعبد الله كأنك ترافع إن لم تكن ترافع إنه يراك إما ترجع إلى الإيمان والإسلام بمعنىه الخاص والأخلاق هو ده الحليب الصافي المحق البيضاء الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم يوم نطرق القرآن والسنة والعلماء الرسخين الحقيقين اللي هم مهمشين حالياً ويمشوا وراء كل زاعق وناعق ومستشيخ وجاهل يوم هتجد الفتاوى يئمة مسيسة يئمة مشوشة يئمة منتحلة لكن نقول إن شاء الله تعالى مصر بلد أمن وأمان وسلم أيها المصريون جبر الخواطر لإخوانكم المسيحيين من لحوم الأضاحي حتى نشعرهم بأننا نحافظ على وصية النبي صح محمد صلى الله عليه وسلم فاستوصوا بأقباطها خيراً يا بلد منكم هاجر أم إسماعين ومارية القبطية ديننا أمن وأمان وسلم وسلام لأن نبينا وما أرسلناك إلا رحمة لم يقل للمسلمين فقط لكن وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لأن الله رب العالمين سبحانه وتعالى نورت وشرفت والنهاردة بالذات يوم حلوة قوي بالنسبة لي الكلمة لأننا سمعت والنهاردة وأظن بالنسبة للكل ألف شكر لك يا مولانا الله يدريك شوفوا أنا أعرف مولانا فضيلة الشيخ الدكتور رحمة كريمة بقى لي تقريبا 16 سنة وطول العمر يعني مش أنا اللي أشهد يعني في نهاية ده ده الدكتور رحمة كريمة قيمة مهمة جدا وكبيرة بالمناسبة في الفكر الإسلامي لكن قعد بتكلم بجد وانا قعد النهاردة بالتحديد قعد عمال مركز جدا مع مولانا خطيبا مفوها الله يبارك رائعا جذابا إلى أبعد الحدود لديه من الحجة والعلم ما يقارع أي حاجة هتقف في سكته والله بتكلم بجد خطيب في منطقة الروعة ومنطقة الجاذبية ومنطقة الحماس لإيمان والحقيقي بكل كلمة بيقولها أنا بحيث حقيقي بحيث أنه أنا فرحان ومتشرف أنه دا يا رب وانا 16 سنة يا رب يبقوا 160 يمدلنا جميعا للعمر شكرا جدا لك مولانا مرة تانية وشكرا لحضراتكم طبعا لحسن المتابعة كل الشكر لفضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة وستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهار هو خلصة الحلقة لكن ثواني وهيكون موجود معنا حيالا بالا صديقي والزمين العزيز رجائي رمزي وبرنامجو رقم عشرة أما إحنا لو كلنا العمر نقابلكم بكرة إن شاء الله وبرنامجكم التاسعة سلامات اشتركوا في القناة